يعني الحمد لله عدنا بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد ما كان فريق التسعة كمان موجود في مهرجان جرش لتقديم تغطية حية من المهرجان إلى شاشة التلفزيون المصري والقناة الأولى والحمد لله تم التغطية بشكل كبير وحاولنا أن ننقل كمان للمشاهد المصري والمشاهد العربي ما يجري على أرض مهرجان جرش جرش مهرجان كبير عريق اسمه كبير موجود منذ 40 عام توقف بس لمدة 3 سنوات هي وقت الكورونا ولكن عاد بمنتهى القوة في دورته الجديدة لهذا العام 37 عام أول مرة هذا المهرجان بيستضيف أن يكون فيه دولة شرف فدي كانت الحقيقة وبسؤال لوزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار اللي أكدت بأنه دي أول مرة نفكر أنه يكون فيه دولة شرف موجودة في المهرجان وطبعا بالتالي لازم تكون مصر بما فيها من ثقافة وفنون وتاريخ وحضارة والحقيقة كان فيه حفاوة وكرم كبير وفيه أيضا تعلق كبير جدا بالفن المصري كمان وزارة الثقافة الحقيقة يعني أهدتنا تكريم غالي للتغطية الحية اللي قدمناها للقناة الأولى من خلال التسعة وأيضا برنامج بيت للكل اللي بيزاع أيضا على شاشة القناة الأولى وكان طبعا تقدير كبير جدا من وزارة الثقافة ومن معالي وزارة الثقافة الأردنية هيفاء النجار نعود بقى للمهرجان أيضا والفرق المصرية الحقيقة كانت حاجة تشرف جدا يعني يمكن أنا حضرت بروفات المطربة ماروة ناجي اللي عملت بروفات كبيرة وقدمت حفلة وكان فيه تفاعل كبير جدا بينها وبين الجمهور من خلال طبعا مهرجان جرش ومن خلال الحضور في المصرح وأيضا كان عندنا ليلة مصرية جميلة كان فيها فرقة الموسيقى العربية ومش قادر أقول لكم قد إيه الناس كانت مقبلة وكانوا بيغنوا كل الأغاني كمان كان فيه فرقة وسط البلد اللي كانت موجودة وتستغرب أنك تلاقي قد إيه الناس منتظرة ومتابعة وحفظين الأغاني مع وسط البلد كان فيه كمان طبلة الست الحقيقة اختيار الفرق الموسيقية كان بشكل لطيف جدا يعني كان فيه الحقيقة تنوع ما بين الشعبي والطربي غدا حيحي الفنان الكبير هاني شاكر ليلة من ليالي مهرجان جرش اللي بيستعدوا ليها وطبعا فنان هاني شاكر فنان كبير في العالم العربي ومنتظرينه في مهرجان جرش بشكل كبير في وجودنا يوم الثبت الحقيقة كان حفل كبير لرغب علامة وأنا وقتها حتى قلت في اللايف اللي قدمناه على القناة الأولى رغب علامة من العالمين إلى جرش الفنان رغب علامة الحقيقة أنا قبلته أول ما رجع من العالمين فطبعا يعني كان سعيد جدا بالأجواء اللي كانت موجودة في مهرجان العالمين وحايز أقولكم أن كل المطربين العرب اللي أنا قابلتهم عنهم على مهرجان العالمين والكل بيقول لي مهرجان رائع ونفسنا نبقى موجودين فيه في عدد كبير موجود الحقيقة في مهرجان العالمين وفنان رغب علامة كان سعيد جدا بالجمهور وبالمهرجان وبتنظيمه وهو أحيى الحقيقة يعني حفل كبير جدا في العالمين وطبعاً كمان عمل لقاء جميل جداً أزعيته الزميلة هدير وكان بالأمس وكان الحقيقة سعيد وأشاد بهذا المهرجاء حضر الألاف من محبي السوبرستار رغب علامة من الجمهور المصري والصورة كانت بتقول نفس الكلام وتوافده بشكل كبير وأنا سألته حفلتين من الجمعة للسبت يعني هو ركب الطيارة ووصل للأردن فقال لي بصي الجمهور اللي كان موجود في مصر إداني طاقة كبيرة جداً عشان أقدر أطير بمنتهى السهولة جداً وأروح لجمهور تاني زي مهرجان جرش وهو كان بقاله فترة الحقيقة غايبة عن مهرجان جرش لكن السنة دي هو تشجع أنه يقبل هذا المهرجان ورغم أنه ساعات ما بين العالمين وجرش لكن الحقيقة الفن ومقابلة الجمهور بتدي له طاقة كبيرة جداً